السلام عليكم ورحبا بكم من جديد على القناة. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واعتدر على الصوت ديالي اللي عاد شوية عين. المهم فيديو اليوم هو بغيت نوري لكم فكرة ديالي اللي كانت نحتفظ بالنعناع والقصبر والمعدنوس المدة طويلة في الثلاجة بلا ما كيخسروا. اذا على بركة الله. غادي نبدأ ونوري لكم. اهنا عنا واحد الكيمية. ديال النعناع. انا عندي ايه ثلاثة ديال القبطات او ثلاثة ديال الربطات. انتم ما تقدروا الدم مهم. اللي بغيتو. اه ندر ثلاثة. اه كالقصبر والمعدنوس. و اه وغادي نستعمل معهم كما كتشوف القصبر والمعدنوس هنا اياه في الخنشة كما شريته عاد هو هادك. وغادي نستعمل الماء. انا درتوا فهذا البستولي باش كي يجيني سهل. هاد بستولي كنستعملو الخبز وهذا مهم. فيه ما عادي ديال ديال السقايا اولا ديال الروبيني. وسكر سانيدة. صافي هادش اللي كنستعملو. ومن طبع الحال علب ديال الزاج اولاد البلاسيك ولكن من الاحسن نصحكم ديال الزاج لانهو كيبقاو صحيين دائما. اه هنا تنبدأ نقف النعناع. يعني كن نقطع ذلك الطرفة اللي اللي ممزينينش ذلك الوراق اللي شوية شوية كحلين او هذا. تنستفهم في العلبة او لا في الاناء اللي اللي حدايا. كي كناش في مطبيعة الحال. هنا نعناع ما نغسلوش. غيتا نغيتا نغيتا نقياوه. نحيدو من ذلك الاعشاب الضارة اللي كتكون مرة مرة كنلقاوها فيه. صافي وكنديروه في العلبة كنكملو الكيمية اللي عنا. يعني هذي طريقة اه كي نحتفظو بها اه نعناع مدة طويلة انا هنا كيبقى لي النعناع حتى تقريبا تلع عشر يام وما كيخسرش مهم على حسب الكيمية ولكن اطول المدة بقى له عشر يام وصراحة بقى هو هو مخسرش مكحلش مدبلش بقى هو يعني رائحة كيف كيف. اه بقى نفسه صافي دائما هذي الفكر اللي كنديرها كان اخد يعني ما عنديش لوقس انني نمشي كل نهار اولا كل يومين نشريهم. مني كان مشي عند قزار مغربي او اه كان مشي للمرشي كان اخدهم كان اخد الكيمية اللي بغيت وكان ننديلها الطريقة وها هو عندي يعني وقتها ما بغيتو كان استعمله. وابنسبة للقصور مع النوس بقى لي جو جد الاسابيع يعني القصور مع النوس واحد المرة اخديت بزاف وجربت وبقى لي جد الاسابيع يعني ما استعملتوش بزاف وبقى جد الاسابيع يعني النعناع عشر يام يقدر يمكن يوصل حتى وجود الاسابيع الله اعلم ولكن بالنسبة لي انا المكسيموم هو كان عشر يام صافي كان كنكمل بحالها كنقية النعناع كنديرو في الايناء او في العلبة وتنشد الماء وكرش كما كما قلت لكم انتم ما تقدروا تستعملوا غي الماء عادي يعني انا انا درت ديال ماء معديني انتم ما تقدروا تديروا ما عادي ديال استقايا ترشو غي شوية مخصو شي فزق بزاف ولكن مهم شوية يتقاسب الماء او كترشو كمية ديال السكارة شوية مشي بزاف تقريبا واحد المعلقة كبيرة بالنسبة لهذا الكمية اللي عندي انا يعني ماشي بزاف خصغي يعني نديروه من في الاسفل نديروه في الواس نديروه من الفوق وصدقوني هادي يعني اه تجريبة خاصة جربتوش حال من مرة وصراحة كي يبقى زوين بزاف نتمنى انكم تجربوه وتردو علي الخبار في 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 اسفل الفيديو ان شاء الله صافيك نحتفظ به بحلاكة نديروه في التلاجة ومنين نبغي نستعملو كان نغسلو ونستعملو بطبيعة الحال اهنا بنسبة القصبرو المعدنوس نفس الشي كان نقيوه اهنا معادة انني القصبرو المعدنوس ما كان حيلوش دوك العريشات او لدوك الساق ديالو كان خلين انا وكانت استعملو في الشوربات ولا في السوب غي كان نقيهم دوك الاعشاب اللي كيكونوا مشي مرس كنلقاوا دوك الاعشاب الضارة فيه او الليلة كانت شي ورقة صفراء او بحلاكة خسرة كان حييدوها صافيك نبقى بحلاكة كان نقيوه حتى هو ونضيروه في بواتا او لف العلبة اللي يدخل للتلاجة يعني هنا صراحة بنسبة للناس اكثر اللي كيكون هنا خارج في الخارج ما ما كيتحنو مش فرصة انا يمشيوا يوميا ياخدوا النعناع والقصبرو المعدنوس وشي بحال في المغرب اه 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 انا كان نمشينا تقريبا واحد لمرة في اسبوع او لمرة في جوجل اسابيع مش مرات المرشي او لعند القزار مغربي وكان ناخد الكيمية اللي بغيت كما كتليكم وكان نحتفظ بها كان نستعملها وقتش ما بغيت اذا نفس الشي اهنايا كان نكمل الكمية ديالقصبرو المعدنوس صافي ملي كانسالي كاندير نفس الشي يعني اه كار رشوب الماء وكان رشوب السكر سانيدة الكيمية يعني قليلة لي تكفي ما رشوه يعني ما خسووش يتفزق بزاف 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 ولكن مهم غي خسووش يترشب الماء بجدك السكر يلصق في على الوراق وهذاك السكر هو اللي كي يحتفظ كي يخليه يحتفظ بذك اللون ديالو الخضر سافي كان نكمل بحل هكا وكان احتفظ بهم في تلاجة مني كان مغين نستعملهم كان نغسلهم مزيان 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 بالمبارد من طبيعة الحل وكان نستعملهم يعني صراحة طريقة زوينة وسهلة وصحية يعني ما كين حتى شي مادة كيميائية اللي غادي يضرنا وهكا عنا القصبر والمعدنوس والنعناح في الضار موجود انتمنى ان هاد الفكرة تكون عجباتكم وانتمنى انكم تجربوها وتجربوها يعني عن جد انها زوينة بساف وما تنسوش الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليوا لايك في اسفل الفيديو وما تنسوش تخليوا تعليقاتكم وتردوا عليها الخبار تقولوا لي لو جربتوها وكي جاتكم الفكرة باش هكا كاميرا اخرى ان شاء الله نجرب افكار اخرى ونتقسمها معاكم اذا سوفي انا هنا ساليت كما قلت لكم غادي نسدع ليهم وغادي نحتفظ بهم في التلاجة حتى الوقيتة ديال الاستعمال نخليكم على هاد الفيديو ونقولكم تهلا وفريوسكم والى فيديو اخر ان شاء الله مسلامة